اشتركوا في القناة باسم السبانخ هذا هو اللي يقلوا فباي ويدلوا القوة هو صح فيها فوائد بزاف لنا وحتى الطيور نتعنا ومن اهم الفوائد نتاعه في الفترة هذي بالتحديد يعني الفترة على التزوج انه يحفز الذكر على الغناء بقوة وفيه بزاف فيتامينات وغني بالاملاح المعدنية وفيه مضادات الاكسادة يعني مليح للطيور المصابة بالتشحهم ويرفع المناعة على الطيور نتعنا وينشطهم وفيه بزاف الياف اللي تساعد على هاتكم الطعام وحنا هذا السلق اللي قدامكم نسميوها سلق فرانسيس كل شحنا عنا الحاجة المذرحة كل نسبوها لفرانسيس ما عرف عليه هذان ماينوضش في البرية هذا اللي قاعدنا عتلكم فيه ذركة شاريناه من السوق يعني يغرسوا بزريعة ويسقوها بالماء بركو يجي كبير الورقة وفي الصحة العربي هذك اللي نقولولو احنا العربي كي ينبرا نلقوها في البراري يقال هاكي نروحو ندوره اللي نلقوها هنلقو الورقة تعوه شوية ناقصة حلي هذي ونلقوه فيه واحد الخط هكا زلي حمر في الصاقن تعوه هذا كمليح خير من هذا حتى في البرنة تعوه سبحان الله كي نخدموه في الدار نلقوه بني بزيف على هذا المهم هو مفيد بزيف للطيوران تعنا من الاحسن نتمدهم لهم في هاته الفترة بالتحديد وحتى في الفترة تغيير الريش مليح لهم بزيف نمدولهم مرة واحدة في الأسبوع على خطر لو كان كثروا منه أكيد رح يسبب لهم الإسهال ونمدولهم أكيد بعد الغسل تعوه والله هنا وصلت نهاية الفيديو وصلت لحكمة اليوم اللي تقول سئلة حكيم ما تظن الناس يقولون فيك قال إني ميت وإنهم لميتون وإني لوحدي محاسب وإنهم لوحدي هم محاسبون فما لي وما يقولون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة